هنروح لحلقتنا ومجموعة من الاخبار هنبتدي بكرة اليد الرجال كما تعودنا بلبتدي بيهم لان هم اللعبة الشعبية التانية شئنا ام ابينا ده اكبر دليل منتخباتنا قومية ونتيجة كان عندنا مباراة مهمة مع نادي طلاق الجيش مباراة لعبة طبعا على ملعب طلاق الجيش في منشية البكري وانتستطاع النادي الاهلي الفوس 33-22 حقيقة مباراة مهمة اه النتيجة كبيرة اه ولكن النتيجة كان فيها توفيق كبير في رقيتنا بفضل الله بشكل كبير كانت موفقة في هذه المباراة لان النادي الحقيقة طلاق الجيش نادي جيد جدا المباراة الشوت الاول خلص 18-9 والمواطش خلص 33-22 طبعا مبروك خطوة مهمة طب موقف فرقيتنا ايه في الرجال الحمد لله فوز مستمر رصيد 19 نقطة انت النهاردة متصدر الترتيب بشكل كبير هم 8 فرق اللي بيلعبوا خليني اقول لكم كمان حاجة مهمة انه الاول والتاني هيلعبوا بيستوف 3 على بطل الدولي فانت يعني اه انت الاول ده حاجة كويسة جدا انت تركب نفسين على كل منافسينك ولكن انت في الاول والاخر اول هيتساوي بالتاني والتالت هيتساوي بالرابع في النهاية لعب التات والرابع البرونزية والحقيقة دي حاجة انا دايما يعني مش معاها دايما ضدها ان انت مفروض تكون نتاج تراكمية طوال الموسم ما تبقاش يعني انت تلات اول زي تاني طب انا تعبي طول السنة فين هل الدورة يتحسن بس ان انا تلات اول وتاني وبعد كده لعب تلات ماتشات قد اكون مش موفق في ماتشة او اتنين فيهم يضع مني اللقب لا الموضوع الصعب والموضوع الحقيقة شايفه مش عادل انت عشان تبقى عادل يعني نهاردة انا 19 نقطة وقرب منافسين انا دي زمانة 15 نقطة كل ده هيتمسح باستيكا وهلجع تاني هلعب بيستوف تريد يعني دي كل حكم ده مش عادل يعني انا شايف ان انت نظام المسابقات انت محتاج كل سنة تقعد وتدرس وتشوف ايه النظام الاكتر عادلا واللي في الاخر بيفرز البطل الحقيقي للدورة انه النهاردة انا يكفيني ان انا بقى ماشي ولا الاول ماشي ولا الواجهة في اخر الدورة يا شايد داخد الدورة لأ الموضوع ده بيبقى يعني فيه نوع من انواع الظلم للي ماشي طول السنة كويس زي واحد بيذاكر طول السنة طب احنا عملنا ليه امتحانات مثلا في انا وخدنا النظام التعليمي مثال انت النهاردة ليه بتقول امتحانات شهور وامتحانات بيبقى فيها اعمال سنة عشان كده النهاردة انت بتقول له لا مفيش اعمال سنة والدورة يخلص في اخر تات مبرات يكفيك بس تبدل محافظة على نفسك التاني اللي هو اصلا مش هتبزل اي مجهود احنا عارفين انه دايما اليد والطيرة المنافسة بتبقى بين الاهل والزمالك الانديات تانية كل الاحترام ليه ولكن انا بتكلم على تاريخ فانت نهاردة مش هتبزل اي مجهود انت وفضلت ماشي طول السنة زي ما بيقوله يعني على الهادي كده هتاخد تاني طب فين اللي بقى شهادد وفين اللي عامل يعني الموضوع ده الحقيقة لازم يكون فيه عادة نظر من كل الجان المسابقات ان ما بقاش الموضوع يعني اخر لقطة زي ما بيقوله بيقود الجهاز الفني طبعا مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسماني اللي حتى الان بفضل الاناجح عندنا طبعا ان شاء الله المباراة القادمة هكون الخمسة في الدور الاول وهتبقى يوم الجمعة القادم مع نادي الزمالك المباراة مهمة نادي الزمالك طبعا عايز يقلل الفرق الاربع نقاط نادي الزمالك عايز يأكد فوزه ويأكد ريادته الموسم اللي فات بداية من الموسم اللي فات مرورا بهذا الموسم والمباراة تتلعب في مدينة او ملعب الشباب الرياضة في 6 اكتوبر الساعة 5 العصر بازن الرحمن ما بين الاهل والزمالك مباراة مهمة ان شاء الله نتمنى التوفيق لفرقتنا عشان تؤكد صدرتها وتؤكد ريادتها لكرة اليد المصرية والنهضة اللي حصلت الكبيرة جوة النادي الاهلي في كرة اليد ان شاء الله يأكدوها يوم الجمعة بهذا الفوز ان شاء الله